وقفة تضامنية مع الإضراب عن طعام لسجناء الري في داخل البحرين تضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام في سجون البحرين نظم تكتل المعارضة البحرانية في المملكة المتحدة وبمشاركة ناشطين بريطانيين وقفة السبت الرابع والعشرين من أغسطس أمام سفارة البحرين في لندن الوقفة التي تخلى لها مؤتمر صحفي أدان المشاركون فيها الممارسات اللا إنسانية في المعتقلات وحي صمود المعتقلين البحرانيين مشاركون آخرون اتهموا المملكة المتحدة بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بحكم العلاقات الوثيقة التي تربطها بالعائلة الخليفية بحكم العلاقات المتحدة في البحرين وخاصة ما يحصل في السجون في الوقت الذي تتواصل فيه ثورة السجون في البحرين فإنها لا تحرج النظام فقط بل حماته وداعمه الدوليين الذين يدعون الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر